من سلمه الله من البدع وعرف الحق وأهله وانقاد لتعليم أهل العلم فإنه ينبغي له أن لا يشاهد المناظرات ويشغل قلبه بها لأن فيها استماع لشبه المبطلين وما أبيح للضرورة يقدر بقدريها لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فالفتن وأهلها يجتنبون قال النبي عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن المجادل والمخاصم لا يريد الحق إنما يريد أن يثبت لك أن باطله حق ويجرك إلى باطله ويلبس عليك دينك قال أيوب السعيد لأعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه ولا يكلم بالعلم والسنة إلا من كان طالبا للحق مسترشدا ترجى هداية ترجى هدايته الناس الآن قنوات فتحت عليهم وسائل التواصل كثيرة يكتب الشخص السنة ثم اعترض عليه وقد يكون اعتراض في صورة سؤال واستدراج لابد لأهل العلم وطلبته أن يكونوا فطناء لا يجرهم أهل الفتن لفتنهم ويشككونهم في دينهم قال الحسن إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم فأما من وضع سيفه أو صوته وقال لك اتقيني اتقيني فما لك وله وقال ابن عون سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه